اشتركوا في القناة دائما فتش عن السبب الخفي تجد أن وراءها اليهود سبب مشاكل العالم اليوم سواء في غزة في فلسطين أو خارج فلسطين لدي هنا سبع آيات في القرآن في سورة البقرة يخاطب الله بهذه الآيات بني إسرائيل انظر معي دقة القرآن لماذا يجب أن نقرأ القرآن أيها الأحبة لماذا يجب على كل واحد مننا أن يتدبر هذا القرآن ليعلم ما الذي يحدث حوله لا ينقاد وراء الإعلام المزيف يجب أن يعلم حقائق الأمور هذا الظلم الذي يتعرض له المسلمون اليوم يجب أن تدرك أن هؤلاء اليهود هم رأس الفتنة في العالم اليوم انظر معي أخي الحبيب أول آية ذكرت بني إسرائيل في القرآن في سورة البقرة ماذا يقول الله لهم؟ كيف بدأ الخطاب؟ ولماذا بدأ بهذه الصيغة؟ أهم صفة لهؤلاء اليهود أنهم ينكرون النعمة وينقضون العهد نقض العهد هذه صفة لهم وكل من تعامل مع هؤلاء يعرفهم عبر التاريخ لذلك هنا استخدم القرآن هذه الصفة ليخاطبهم بها يا بني إسرائيل انظر على الرغم من حقد هؤلاء ولكن القرآن عادل معهم يسميهم باسمهم بل ينسبهم لسيدنا إسرائيل وهو نبي كريم يا بني إسرائيل أذكروا نعمة الله عليكم طيب لماذا يقول أذكروا نعمة الله عليكم؟ معنى ذلك أنهم نسوا نعمة الله يذكرهم بها وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون طيب بالله عليك الذي نقض عهد الله مثل هذا الإنسان يلتزم مع الناس يعني الذي نقض عهد الله عندما عاهدوا موسى أن يعبدوا الله فعبدوا العجل وعاهدوا سيدنا موسى عليه السلام أن يطيعوه فعصوه في قصة البقرة وغيرها وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون طيب الصفة الثانية أو الثالثة أنهم يكفرون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم إذن من صفاتهم أنهم يكفرون بالله عز وجل لذلك قال لهم ولا تكونوا أول كافر به هم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق اليوم اذهبوا أيها الأحبة لمواقع الإنترنت تجد أن اليهود اليوم يقرؤون القرآن أحيانا هناك مقاطع فيديو يتحدث أحدهم عن الغراب الذي مزق عالم إسرائيل ويأتي بالآية من القرآن يقرؤها وهناك أناس يتحدثون عن حقائق تتعلق وهم يهود على فكرة يقرؤون القرآن ويعلمون أنه الحق ويكفرون به سبحان الله لذلك هنا خاطبهم الله عز وجل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم أنتم معكم التورا القرآن يصدق ما جاء في التورا لأن المصدر واحد هو الله عز وجل ولا تكون أول كافر به فهنا صفة خطيرة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا سبحان الله إذن من صفة هؤلاء أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فالتقون يبيع أي شيء اليهود يبيع أي شيء يمكن أن يبيع أي شيء مقابل أن يعيش أو يكسب المال طيب سبحان الله يريدون إبادة هذا الجيل ولن يستطيعوا طبعا لذلك تجد أرقام الضحايا مرعبة معظم الضحايا نساء وأطفال يعني نسبة الشباب قليلة جدا لماذا هذا مبالغ في الكفر والإلحاد والإجرام ثم يظهرون على الإعلام أنهم يريدون السلام ويريدون الحرية ويريدون ديمقراطية للشعوب ويريوك إلى آخره لذلك هنا الآية من الضرورة أن تتحدث عن هذه الصفة التي فيهم أن يكشفها القرآن ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون صدقني أخي الحبيب هؤلاء اليهود الآن وأنا أحدثك يعلمون أنهم يظلمون الناس ويحتلون أرضهم ويعلمون أن هؤلاء مظلومين على الرغم من ذلك يعملون على قتلهم الذي قتل الأنبياء ماذا تنتظر منه يتورع أن يقتل إنسان عادي مسلم ثم يزيفون الحقائق سبحان الله من الميزات أيضا أو المساوئ أنهم تركوا العبادات وتركوا الصلاة وتركوا السجود والركوع الذي أمرهم الله به لذلك هنا أيضا ذكرهم الله بهذه الصفة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الزكاة منعوها وتحايلوا على الفقراء لكي يمنعوا زكاة أموالهم بل يروجون للربا اليوم الاقتصاد العالمي قائم على الربا وللأسف الاقتصاد العالمي اليوم الذي يمسك بخيوطه فتشتجد أنهم عائلات يهود سبحان الله الصفة الأخطر هنا أيضا أنك تنظر للإعلام اليوم يظهر لك هذا اليهودي كما قلنا كأنه حمامة سلام ويقول لك هذا صح وهذا خطأ ونحن حارصون على النساء والأطفال وحارصون على المدنيين ونحن نريد فقط أن نستهدف الإرهابيين طبعا يقصدون الذين يدافعون عن أرضهم فهنا صفة سيئة جدا تجدها ظاهرة عند اليهود أيضا أنبأ عنها القرآن في الآية التالية قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يعني أنت تأمر الناس بأعمال الخير وتأمرهم بالسلام وتأمرهم بالمحبة وتنسى نفسك بالمقابل تقتل الأطفال وتشرد الناس وتثير الفتن في العالم الإسلامي لماذا؟ ما الذي فعله لك هذا العالم؟ هذه الآية أيضا أيها الأحبة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون إذن فعلا العقل لديهم وضعوه جانبا للأسف أفلا تعقلون هنا هذه الآية أيها الأحبة الآية التالية تعطيهم الحل انظر انظر إلى رحمة الله أخي الحبيب انظر إلى العدل الإلهي حتى مع قتلت الأنبياء الله لا يظلمهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشين يعطيهم حل يريدهم أن يتوبوا بالله عليكم هل هناك أرحم من هذا الإله العظيم فئة من الناس هم بني إسرائيل يقتلون الأنبياء ويزورون الحقائق ويلبسون الحق بالباطل ويكتبون الحق ويظلمون الناس ويثيرون الفتن وينشرون الفاحشة بين الناس على الرغم من كل هذه الأعمال الإجرامية الله يدعوهم يقول لهم واستعينوا بالصبر والصلاة إذن هذا إله رحيم حتى بهؤلاء رحيم بهم سبحان الله لذلك ورحمتي وسعت كل شيء واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقبوا ربهم وأنهم إليه راجعون والله هذا النص هذه الآيات السبعة أيها الأحبة هي يعني ملخص شامل لما نراه اليوم من تصرفات من هؤلاء اليهود بيّن لنا القرآن الأعمال الإجرامية التي يقومون بها كتمان الحق الترويج للباطل ظلم الناس قتل الناس نقض العهود بيّن لنا كل هذه الحقائق على الرغم من ذلك هو إله رحيم كأنما يقول لهم أنا أريدكم أن تتوبوا إلى الله أريدكم أن تعودوا إلى الله واستعينوا بالصبر والصلاة لاحظ أخي الحبيب هذه هي رحمة الله طيب الله عليك إذا كانت رحمة الله باليهود بهذا الشكل وهم وهم الذين قالوا عن الله إن الله فقير ونحن أغنياء اتهموا الله بالفقر ولا ياذوا بالله وعبدوا الأجل وقتلوا الأنبياء يدعوهم ليغفر لهم واستعينوا يعطيهم حل عملي الصبر والصلاة طيب كيف بهذا الإله وكيف يتعامل مع إنسان مؤمن يقول يا رب أينساك أخي الحبيب أينساك هذا الإله العظيم خالق الكون مسير هذا الكون وأنت تقول يا رب أرزقني يا رب أغفر لي يا رب اشفني يا رب فرج عني هذه الضائقة والله لا ينسى سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته